والفتنة أشد من القتل أي الشرك بالله سبحانه وتعالى ده أعظم عند الله من القتل هس إدت لو مركت برّة اللي قيت واحد بكتول له في واحد تاني بضعاً فيه والله طلع مسدّثه وعبّاه كذا عمره بعد ذاك شنو ضربه وفلان ده وقع مات قدامك أكتر الناس يا جماعة بتهجموا وده أمر طبيعي والكلام ده يأثّر فيهن وأبسط شيء من التأثير كما قال ابن تيمية القلوب قدور والألسنة مقارفها طوالي بدأ يتكلم لأقرف زول له من يمشي البيت يونس المرأة والله الليلة حصل شيء غريب جداً وسوّلا مقدّماته منتاجه وإخراجه وكله بعدين شنو فلان كتلوه وضربوه على قدامنا كما الله ستر أنه ذاتك أنا الدواني طلقه وعمل له ذاته موضوع ويمشي بكرة في السوق برضو وفي الشغل يا زولم اسمع شفت الحصد شنو والوات صابم له خبر عاجل خطير جداً ومقتل شنو كذا وبكرة في الجرائي التكتب أسألكم بالله كم جريدة بجيبوا أخبار عن القتل خاصة الجريدة الفاشلة اللي سمت دار كم خبر بجيبوه عن القتل لكن أسألكم بالله يوم واحد قالوا في واحد أشرك في أمبد ولا في العمارات ولا في الكلاكلة في شرك حصل خطير موقف خطير زول نادى غير الله حصل جابه في جريدة مافر وأيهما أعظم عند الله القتل أم الشرك الأعظم يا توجم الشرك بالله سبحانه وتعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا